أحمد اتصالات مكثفة تجريها القاهرة منذ الصباح مع الأطراف المختلفة وخاصة حركة حماس التي وجهت القاهرة بشأن ما يتعلق بتعليق تلك المفاوضات السبب وراءها هو ما قامت بحركة حماس بالأمس فيما يتعلق باستهداف معبر كرم أبو سالم وقالت القاهرة أن هذا الاستهداف تسبب في تعصر المفاوضات قبل أن يتم العمل من جانب الاحتلال الإسرائيلي على استهداف رفح ولو جزئيا حتى هذه اللحظة لكن الاتصالات المكثفة من جانب القاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز وكذلك أيضا وفد حركة حماس الذي كان في القاهرة حتى الأمس نجحت القاهرة في عادة حركة حماس مرة أخرى إلى القاهرة وإعلان حركة حماس وإبلاغ القاهرة بعزمها العودة مرة أخرى للمفاوضات بعد أن بأت وردت عن تعليق تلك المفاوضات وعدم مشاركة حركة حماس وعدم القدوم مرة أخرى إلى القاهرة نعلم أن القاهرة شهدت بالأمس وأول أمس اجتماعات مكثفة مع حركة حماس ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وكانت تصف تلك الاجتماعات ونتائجها بالإيجابية للغاية وكان من المقرر أن يحضر إلى الغد في السلساء إلى القاهرة وفد حركة حماس مرة أخرى لتسليم الرد النهائي بشأن أرولقة المصرية والاستماع إلى الملاحظات الخاصة بالجانب الإسرائيلي لكن بعد تورد العديد من الأنباء بشأن تعليق تلك المشاركة في المفاوضات بسبب ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح اليوم أو منذ قليل أعلنت المصادر المصرية للغد بأن حماس أبلغت القاهرة بعزمها القدوم مرة أخرى إلى القاهرة غدا للمشاركة في تلك الاجتماعات فيما تعلق بمصار المفاوضات على الجانب الآخر أحمد القاهرة وعلى لسان وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا حضرت فيه من مغبة قدام الاحتلال الإسرائيلي على عملية واسعة في منطقة رفح لما ينطوي عليهم من أوضاع إنسانية كارثية موجودة بالفعل في كطاع غزة وخاصة أيضا في منطقة الجنوب خاصة أيضا في ظل الأعداد الكبيرة وأيضا ما وصفته القاهرة بأن هذا التصعيد يأتي في وقت بالغ الحساسية في مصار المفاوضات القاهرة طالبت إسرائيل بضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد داخل كطاع غزة بالأقدام على عملية عسكرية برية واسعة في منطقة رفح وشددت القاهرة أيضا على أنها تجري مزيدا من الاتصالات مع كافة الأطراف فيما يتعلق باستكمال مصار المفاوضات هناك رغم ما حدث لكن القاهرة تؤكد على أن هناك تقدم كبير في مصار المفاوضات وأن ما يحدث الآن حذرت منه القاهرة مسبقا من أن نتنياهو يحاول إفساد تلك الجولة من المفاوضات ويحاول إفساد تلك الصفقة وهو التحذير الذي شددت عليها القاهرة منذ بداية تلك الجولة سواء لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية أو حركة حماس والتي كانت تشهد في القاهرة اجتماعات مكسفة على مدار اليومين الماضيين القاهرة كانت تعول كثيرا على تلك الجولة من المفاوضات وتراها بأنها جولة الفرصة الأخيرة وترى أن ما يحدث في كطاع غزة الآن والتصعيد الموجود في رفح يمكن تجنبه إذا ما كان هناك اتفاق على تلك الورقة المصرية خاصة وأنها تعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار مع مرور المرحلة الأولى والثانية والوصول إلى المرحلة الثالثة والتي من المكرر وفقا للورقة المصرية الوصول إليها بمجرد الوصول إلى 124 يوما هي المدة التي حددتها مصر لتنفيذ المراحل الثلاثة الخاصة بالمفاوضات وكذلك أيضا كان هناك نجاح كبير في النقاط الفنية التي كانت بشأنها العديد من الخلافات فيما يتعلق بعودة السكام من الجنوب ومن الوسط إلى الشمال وكذلك أيضا الأعداد الخاصة بالأسرة والمحتجزين ضمن صفقة التبادل التي ستتم مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي أمام هذه المعطيات ورغم التصعيد الذي يحدث الآن في رفح ورغم أيضا ما نواهت إليها القاهرة من خطورة ما حدث في معبر كرم أبو سالم لكن القاهرة تشدد على ضرورة الاستمرار في هذا المصار وهناك تعويل كبير على الدور الذي يقوم بها الآن بيرنس فيما يتعلق باللقاءات التي يجريها في قطر سواء مع الجانب القطري أو أيضا مع حركة حماس وكذلك أيضا مع اللقاءات التي ستعقد غدا في القاهرة مع عودة حركة حماس إلى الاجتماعات في القاهرة على الجانب الآخر أحمد أيضا أجدر الإشارة إلى استمرار القاهرة في فتح معبر رفح بشكل كامل والقاهرة تشدد على أن دخول المساعدات وكذلك أيضا صفر الأفراد مستمر في معبر رفح قبل قليل أيضا كان هناك مشاركة من جانب عناصر الإطفاء المصرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لمحاولة السيطرة على حريق نشب في أحد المخازن الخاصة بالمساعدات في الجانب الفلسطيني وهو بطبيعة الحال يعدس نتيجة الاستهدافات المتتالية من الاحتلال الإسرائيلي وخاصة اليوم مع التصعيد الموجود في رفح واستهداف العديد من النقاط وبعد أيضا توزيع المنشورات التي تطالب بالإخلاء من بعض المناطق في رفح وبالتالي أمام هذه الصورة واستمرار عمل معبر رفح وكذلك أيضا إعلان حركة حماس العودة إلى القاهرة في الموعد الذي كان محددا مسبقا غدا للمشاركة في تلك الاجتماعات فلا تزال القاهرة ترى ما يحدث في مصار تلك المفاوضات بأنه إيجابي ويمكن البناء عليه ويمكن أن يكون بادرة للوصول لاتفاق ولو بتنفيذ المرحلة الأولى والوصول للمرحلة الثانية والثالثة من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يلب تطلعات الداخل الفلسطيني ويحقن الدماء في قطاع غزة بعد هذه الأشهر الطويلة من الحرب ناما